اشتركوا في القناة ملعاتين كبيرة زيت زيتون ملعات كبيرة خل أبيض نصف ملعات صغيرة كمون نصف ملعات صغيرة ملح ونصف ملعات صغيرة فلفل أسود لكن هايدي هي المقادير طريقة تحضير كتير كتير سهلة لكن متل ما شفته عنا خمس أنواع تقريبا خمس مكونات غير الصلصة عندي أول شي رح ابتدى بي الأفوكادو المقطع مكعبات ولحتى ما يسود من برا عاصر عليه ليمون ليش عادة الأفوكادو بيسود؟ كل المأكلات اللي بتحتوي كتير اللي بتحتوي حديد واللي بتحتوي مكونات يعني ممكن تتأكسد مننا الحديد ومننا معادن تانية وفيتامينات تانية بتتأكسد عادة فلما تكون عم تتأكسد لما تتعرض للهواء أو للأكسجين الهواء أو الأكسجين هو اللي بأكسد عادة المأكلات مش إن هيك بحاجة نحط له مداد للأكسد اللي هو الفيتامين سي اللي بيمنع تأكسد وبيمنع إنه تسود فلما تكونوا عم بتأشروا إن كان البتنجين إن كان الأفوكادو مثلا إن كان الموز بيسود فحتى ما يسود حطوا عليه نوع من أنواع مدادات للأكسد اللي هو الفيتامين سي اللي موجود بالليمون عصروا عليه شوية ليمون وبتلقوا إنه حافظ على لونه الأخضر من برا هيا أول شغلة تانية شغلة راح نحط التماطم اللي هي كمان مقطعة مكعبات كوب من التماطم ورح زيد عليها مصدر من مصادر البروتينات والحديد اللي هي الفاصوليا الحمراء فاصوليا الحمراء أنا كتير بحب زيدها على الصلطة خاصة إذا مثلا عابلنا نأكل صلطة وجبة صلطة مثلا كده الأشخاص اللي عم يعملوا حمية غزائية وعابلون يكونوا عم يتعشوا صلطة بس كتير بحب أو كتير حلو ومن المفضل إنه نكون عم نزيد لهذه ما تكون صلطة خضارة على الحل بس يعني كابوتشي مع أفوكاد أو كابوتشي مع خيار مع تماطم أو كروم تكون صلطة بس لأنه ما رح تكون عم بتشبعنا وما رح نكون كتير عم ناخد الفوائد اللي نحنا بحاجة لإله خاصة كوجبة وجبة لازم يكون فيها مكونات عديدة يعني البروتينات لازم تكون موجودة والنشويات لازم تكون موجودة بكمية معتدلة فهيدي الصلطة ليش تقريبا فينا نقول عنا إنه كاملة لأنه فيها البروتينات الموجودين بالفصولية والموجودين كمانا بالدرة شوي موجودة كمية أقل من الفصولية طبعا بس فيه بروتينات بالدرة وبالدرة في عنا نسبتنا شويات معتدلة مش متل العيش ومتل الماكارونة بالليل الدرة بيقطع بالليل كمانا فهيك منكون في الخضاء اللي هي مصدر فيتامينات معادن أليف غزائية هيك منكون أخدنا صلطة تقريبا متكاملة لكل الأشخاص اللي عم يعملوا حمية غزائية أنا بنصحكم تكونوا عم تتعشوا صلطة فيها بروتينات البروتينات فيها تكون فصولية بروتينات فيها تكون أي نوع لحمة أو فرق أو سمك حطينه مع الصلطة مثلا لكنه هلأ حطيت الليمون الزيت الخل الأبيض لأنه الخل بيعطي هيك نكهة كتير حلوة كمانا مع الصلطة وتحديدا لما يكون فيها فصولية رح أرجع زيد رشة ملح رشة فلفل وطبعا حطيت الكمون كمانا ونخلطها منيح حتى يصير في عنا صلطة صحية كتير خاصة بوجود الأفوكادو اللي هو كنت عم بحكي عنه أنه مليان زيوت صحية والفصولية المليانة حديد والمليانة بروتينات والدرة اللي فيه نسبة نشويات كمانا مقبولة جدا واللي كمان فيه بروتينات والخضار الطماطم والكزبرة اللي هن لاغن عنهم بالصلطة رح نحطها بطبق تقديم صلطة ممكن كمانا تكون عم تعملوها حد طبق السمك اللي أنا عم بعمله اللي حطينه بالفرن ممكن يكون في عنا طبق صلطة صحيح السمك مليانة خضار كمانا السنجاري بيكون فيها خضار كتير بس هدا شي ما بيغنينا عن طبق صلطة كمانا جنب السمكة وهيك صلطة سريعة كتير صحية كتير فيها تكون عم بتشكل وجبة ودايما بقول ودايما بحب أعطي أفكار لكل الأشخاص اللي هن عادة بيشتغلوا وما بحبوا يكونوا عم بيقوا وما بدون يتناولوا مأكلات من السوق لانه طبعا إذا عم ننتبع على شكلنا وعلى وزننا ومتبعين حمية غذائية كتير صعب نكون عم نتناول أكل من السوق ففيكم تكونوا عم بتحضروا صلطات بتشبع فيه أنواع صلطات لما ندخلها لبروتينات بتكون عم بتشبع وعم بتخلينا عم بتساعدنا نكون عم نكف نهارنا قبل ما نوصل على البيت وناخد الوجبة اللي هي الوجبة الرئيسية هاي دي الصلطة اللي عملتها اليوم من أنواع الصلطات اللي ممكن نكون عم نتناول ناخد معنا المكونات مقطعة وجهزة نكون عاطين الصلطة على جنب ونخلطن بالشغل ونتناولن تكون وجبة سريعة وبنفس الوقت بتشبع وبتغلينا عن إنه نتناول ونشتري أكل من السوق اللي هو ما كتير يعني لا نضيف ما منعرف إذا نضيف يعني مش عم بعمي بس ما منعرف إذا كل الأمانكل اللي عم نشتري منا نضيفة ما منعرف إذا شو الزيوت اللي مستعاملينا ما منعرف نسبة الوحدات الحرارية خاصة للأشخاص اللي عم بيعملوا حمية وبدون يضعفوا وبدون يخسوا تبهوا من أكل السوق قبل ما أطلع بريك في عندي أسئلة واصلين من على صفحة فيسبوك رح نشوف شو عند اليوم عند سؤال من سناء بتقلي بالنسبة لمريض زو كليا واحدة كم نسبة البروتين المتاح له بالنسبة لنسبة البروتينات عادة اللي نحنا بحاجة لها من قيسة حسب الوزن يعني نحنا بالطبيعي بحاجة لجرام بروتين لكل كيلو يعني إذا عندنا ستنقول وزن شخص معين وزنه سبعين كيلو بحاجة لسبعين جرام من البروتينات يوميا طبعا بيأمنها من مصادر مختلفة اللحوم لحمة فراخ سمك نوع أنواع خضار معينة والبكوليات قلبين وأجبان كلها مصادر البروتينات هيدا الشخص إذا منه ولا رياضة ومو عنده مشاكل صحية منعتبر إنه كل جرام لكل كيلو إذا هالشخص رياضة وبيعمل رياضة كتير بنصير نزيد كمية بتزيد بين جرام فاصل 2 لجرام فاصل 5 لنوصل للمحترفين بالرياضة يعني العدقين مثلا اللي بيعملوا كتير رياضة يوميا يوميا ومحترفين ممكن يوصلوا لتنين جرام بالكيلو يوميا أما للأشخاص اللي هني عندهم مشاكل بالكلة أو عندهم كلية وحدة طبعا نسبة البروتينات بدنا نكون منتبهين منها لأنه الكلة هي المسؤولة عن أنه تكون عم بتخلصنا من الرواسب طبع البروتينات اللي بتبقى بجسمنا فإذا عنا كلية وحدة شغل الكلة نقصم بالنص مش نهاكي بدنا نخفف شوي من نسبة البروتينات ومنصير عم ناخد 0.8 جرام بالكيلو يعني بدل ما ناخد جرام واحد بالكيلو بدنا ناخد 0.8 جرامات بالكيلو لشخص عنده مشكلة بالكلة أو عنده كلية وحدة لكن خلونا هلأ ناخد فاصل صغير ومن بعدها منرجع لنحضر مع بعض حلو القطايف بعين الجمل بريكم نرزا